كوارث مؤسفة شهدتها بعض مديريات المحافظات نتيجة هطول الأمطار الغزيرة والسيول المدمرة التي جرفت في طريقها كل شيء مخلفة وراءها خسائر في الأرواح والممتلكات هنا في محافظة ذمار وتحديدا في منطقة بني موسى ووادي الخشب وقرية الجرف التابعة لمديرية يصاب كانت الكارثة وكانت الأوجاع أشد إيلاما فقد تسببت غزارة الأمطار وتدفق السيول إلى انهيارات جرفت أمامها بعض المنازل والممتلكات وأدت إلى وفاة وإصابة العشرات من أبناء المنطقة والمحافظات المجاورة لها فيما البحث عن المفقودين ما زال جار تحت الركام ما زالت المياه مستمر وبقوة هذه قارثة المقبه إذا انفقر السد بينهين المقبه شوفوا كيف الآن شوفوا هذا الآن من هنا ما أقى من حين والطرق يتوسع ما أقى من حين والطرق يتوسع كل حين بقعة يتنبع شوفوا كيف يعني إذا انفقر من فوق كله مليان من تحت بقى نشوفوا كيف الله يستر بس من هنا بدأ السيل هذه البيت اللي أخذ بنص وهنا موقع البحث وراك أنه كان أبو بي مناشدات واستغاثات عديدة أطلقها أهالي المنطقة لمد يد العون والمساعدة في ظل ما شهدته تلك القرى أسر باتت في العراء دون مسكن أو مأوى وأخرى تبحث عن غذاء وماء صالح للشرب وأخرى تركت منازلها خوفا من تكرار مأساة ما حدث لم تكن السيول المدمر الناتجة عن الأمطار الغزيرة وحدها والتي غيرت ملامح الكثير من القرى وطمست معالمها وجرفت أوديتها هي الخطر المحدق فما تزال أختار بعض الصخور الكبيرة المعلقة على رؤوس الجبال خطر يهدد القرى والمنازل الواقعة أسفلها وبالقرب منها والتي يخشى الأهالي من سقوطها على رؤوسهم في أي لحظة خاصة مع السمرار هطول الأمطار الغزيرة كوارث ومآس عاشتها بلادنا طيلة الأسابيع الماضية فقدنا فيها العشرات بعضهم ممن دفعت بهم الظروف للبناء في مجاري السيول أو بالقرب من سدود باتت متهالكة تفتقد للصيانة وأملاً وحرصاً منا على سلامة الجميع وعدم اتكرار ما حدث نأمل من الجميع أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن البناء في مجاري السيول أو بالقرب من مصبات السدود التي باتت بعضها تشكل خطراً ما لم يتم صيانتها وتفريغ مياهها الزائدة عن طاقتها الإسعابية نسأل الله ألا يسمعنا أو يرينا أي مكروه ترجمة نانسي قنقر